اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة سأضع لكم رابع التحميل هذا الموضوع في صندوق الوصف ومعناها أسفل الفيديو وأدعو التلاميذ الذين لم يشتركوا بعد القناة عليهم بالاشتراك فيها وتفعل زر جرس قناة الأستاذ حمياني للفيزياء نحن معناه أو قناتنا فيها أكثر من مليون متابعوا لله الحمد لما لا تكون معناه فرد من العائلة وتشترك في القناة وسأواصل معكم بإذن الله عز وجل حتى للباكاروريا إذن نبدأ بالتمدين أول حقق عمر التجربة الموضحة في الوثيقة واحد لدينا الوثيقة واحد أمامكم أبنائي مني تشوفوا وثيقة من هذا الشكل هنا عنا حامل وهنا عنا قاضيب أي مادة كانت من أي مادة لدينا هنا قرية النواس وهنا قاضيب سواء كانت زجاجة وإبونيت مني تشوفوا ورص من هذا الشكل عارفوا بليكم في الدرس النواقل والعوازل صحيح؟ إذن حقق عمر تجربة الموضحة في الوثيقة واحد من يقول لك وثيقة روح ديرك تشوف الوثيقة تاعك حيث قام يدي يشرح لك بوضع نواسا كهربائيا النواس أبناء يقول لكم ما هو إلا كورية خاففة من البوليستيرين معنى من مادة بوليستير موجود في الأجهزة كهرومنزلية الجديدة أكل بيض إذن ومغلفة بورق الألمنيوم معلقة بخيط وحامل هذا قاعد اسمه نواس كهربائي معنى من تشوف النواس ما تحسبوش حية كبيرة ما هو إلا كورية وخيط وحامل عند النهاية سي هاي كورية تلاميس المعنى القاضي بالزجاجي عند النهاية سي ما معنى النهاية في القاضي بالزجاجي عندنا طرفين عندنا طرف سي وطرف دي الكورية هي تلمس سي النهاية معنى طرف للقاضي بالزجاجي سي دي الموضوع فوق حامل عازل هذا حامل عازل سي من حامل عازل معنى وإذا قال لك هنا ناقل هناك إن إشكال ثم لمس النهاية D بقاضي بإبونيت مدلوك بقطعة صوف النهاية D لمسها بقاضي بإبونيت مدلوك ما معنى مدلوك مدلوك معناه مكهرب معناه مشحون الإبونيت والبلستيك تكون له شحنة سالبة عقله والإبونيت لأن الإبونيت ما هو إلا بلاستيك صلب يكتسب ركز بلاستيك يكتسب سين شحنة سالبة سين مع سين مع سين عقلوب لي لشحنة تاعه سالبة السؤال الأول حدد نوع الشحنة الكهربائية التي يحملها قاضي بالإبونيت بعد ذلك نفس سؤال معناه لكم نشرح فيه الآن إذن الإبونيت مثله مثل البلاستيك يحمل شحنة كيف هي؟ شحنة سالبة إذن سنبدأ في الإجابة على برقة الله إذن نمحظر ورقة الإجابة 8 أول نوع الشحنة الكهربائية التي يحملها قاضي بالإبونيت بعد ذلك شحنة كديرة سالبة هارانا جاوبنا على السؤال الأول اثنان ماذا يحدث لكورية بيعليل هنا معظم التلاميذ روحوا يترعوا يقول لكورية ستتنافر حذاري من يتشوفوا معناه رسم مثل هذا الرسم يقول لكم عليه تعد درس النواقل العوازل أكدوا على هذا القاضيب إذا كان من زجاج أو من شيء آخر معنى إذا كان من المعادن حتى ينقل لنا الإلكترونات عبره أو يسمح للإلكترونات أن تمر عبره في هذه الحالة القاضيب الزجاجي من النواقل ولا من العوازل من العوازل إذن لا يسمح بمرور الإلكترونات عبره بل تبقى متمركزة في مكان الدلك وبالتالي هل ستصل الإلكترونات من قاضيب الإيبونيت إلى الكورية الإلكترونات أقصد بها شحونة تالبة هل ستصل أم لا لا تصل وبالتالي ماذا أقول لا يحدث شيء لكورية علل لأن القاضيب الزجاجي عازي الكهربائي لا يسمح للإلكترونات أن تمر عبره إذن هذا هو وهذه الإجابة الصحيحة إذن ملاحظة لا يحدث شيء لكورية تبقى في مكانها التعليل لأن القاضيب الزجاجي لهو سيدي اسم التعه عازي الكهربائي عازي الكهربائي لا يسمح نوضح له لا يسمح بمرور ماذا الشحونة تالبة اللي هي الإلكترونات عبراه بل تبقى متموضعة أين تبقى متموضعة في مكان الدلك بل تبقى متمركزة أو متموضعة متمركزة في مكان الدلك فقط إذن ننجم تحبست العند لا يسمح بمرور الإلكترونات عبراه السؤال الذي عليه الآن نستبدل القاضيب الزجاجي سيدي بآخر معدين أبنائي معنا إذا كان هنا في ماذا يحدث كتبت تتنافر القرية وغلط هذي هنا من يقول لك نستبدل القاضيب الزجاج بآخر معديني هذي هنا هذي تفهم باللي قدير غلطه في بديا نخشع له بدله الزجاج ورده قاضي معديني حتى يصبح ناقل وحتى تتم التجربة معناها الإلكترونات تستطيع الحركة أو يسمح القاضيب معديني للإلكترونات أن تمر عبره لأنه ناقل إذن نستبدل قاضي الزجاجي سيدي بآخر معدني ماذا يحدث للقرية قال لك شي سرالها إذن القرية أبنائي عندما أو بما أنها ملامسة للطارب سيل للقاضيب المعدني الآن صير عنا قلنا قاضيب معدني وليس زجاج رانب الدنة معدني مثلا نحاس عاديد كلها تنقل أو تسمح الإلكترونات أن تمر عبرها الآن بما أنه يلامسها جسم يلامس جسم ماذا سيحدث بينهما أكيد تنافر هل يستطيع جسم يلامس جسم أن يتجاذب معه ما كانش بمكان ما كانش فارق بل يجاذبه التجاذب يكون من يكون فارق ما بين الجسمين نقوله تجاذب بسأحناهم متلامسين إذن تنافر إذن ستتنافر القرية هكذا إذن تتنافر هكذا القرية إذن تنافر إذن سأكتب هنا سؤال رقم ثلاثة بعد أن استبدلنا الملاحظة تنافر القرية أو تنفر القرية وتبتعد عن القاذيب المعدني الآن شاء قال لك فسر ذلك قال لك فسر لي الآن ما قدش نفسر أنا أبنائي في هذا الرسم سأقوم بوضع رسم آخر وأفسر فيه باش نشرح لولادي شاذرنا إذن سأرسم هنا ماذا كان لدينا قاذيب معدني هكذا ركزوا جيدا كان لدينا حامل عازل معناها نرسمه في هذا الشكل العادي لدينا هنا هنا قرية النواس إذن إذن نواس كهربائي إذن هنا الطرف الس للقاذيب المعدني إذن هذا قاذيب معدني وضع وهنا ماذا وضعنا لامسنا الطرف د بقاذيب إبونيس مكهرب إذن هذا إبونيس مكهرب مكهرب جيد الآن أبنائي ما هي الشحنة التي يحملها الإبونيت المكهرب إذن الشحنة التي يحملها الإبونيت مكهرب بقلنا شحنة سالبة مدام راح عندها شحنة سالبة مع أنها اكتسب سابقا اكتسب مع أنها عندها فائف من الإلكترونات إذن ستنتقل الإلكترونات من الإبونيتمو كهرب إذن الإلكترونات ستنتقل هكذا من هنا إلى هنا إلى الكورية إذن ستصل إلى الكورية ولكن ستمر عبر ماذا؟ تمر عبر القاضيب المعدني إذن هنا سنوضيف كلمة تعبر لأنه يعتبر ممر أو جسر إذن تمر عبره الإلكترونات نخاطج كورانا منامسين معناها قاضي بالإبونيت قرانا منامسينها القرية مباشرة قرانا منامس قرية سينتقل مباشرة نحو القرية لأن الإبونيت دوما هو ليمد إلكترونات قرية تتبح سالبة سالبة مع سالبة تنافر يحدث بينهما تنافر القرية تتبح هنا إذن في حالة تنافر ولكن الآن نحن وضعنا ما بينهما قاضيب معدني إذن القاضيب المعدني بما أنه ناقل إذن ستنتقل الإلكترونات عبره ومنه إلى القرية إذن سيعمل عمل الجسر معناه كما الطريق فتكتسب الخورة وتمح شحنتها سالبة فتتنافر لأنه يشبه لديهما نفس الشحنة السالبة إذن يحدثها تنافر هذا هو الشرح إذن هذا ما سنكتبه على شكل تبسير أبنائي إذن بكل بساطة نكتبه أول كلمة مهمة وهي ماذا؟ تنتقل معناه لدعي لي كتابة المقدمة عند ملامسة قاذب إبونت مكهرب للقاذب المعدني إلى غيره يذيك سيقه للكتمرين مباشرة في التبسير بل لخصه تنتقل ماذا؟ شحنة سالبة ليها؟ الإلكترونات من ماذا إلى ماذا؟ تنتقل من الإبونت أو من قاذب الإبونت من قاذب الإبونت أكيد المكهرب إلى ماذا؟ تنتقل إلى الخرية عبر ماذا؟ عبر القاذب المعدني هنا نكتبه عبر القاذب المعدني معناه ممر أو جسر القاذيب المعدني هذه كلمة نزيدها في التبسير الآن إذن عبر القاذب المعدني فتصبح شحنة كورية سالبة فتتنافر فتصبح شحنة كورية فتصبح شحنة الكورية أكتبها بلون مغاير سالبة فتتنافر إذن سالبة فتتنافر بكل بساطة إذن هذا هو التبسير الأبنائي إذن أعيد تنتقل الإلكترونات من قاذب الإبونت المكهرب إلى الكورية عبر القاذب المعدني فتصبح شحنة كورية سالبة فتصتنافر نجمو ندلوها بين قوسين لأنه يصبح لديهما نفس الشحنة السالبة سيراني شرحت لكم الدرس إذن أنا من حج التبني فقط بل أعيد شرح الدرس مرة أخرى رابعا ما أحدد طريقة تكهرب خل من قاذب الإبونت والخريبي الإبونت قاموا بماذا؟ قاموا بدلكه إذن قاموا بدلكه أو قام عمر بدلكه إذن تكهرب بماذا؟ بالدلك الخريبي بماذا تكهربت؟ بما أن الخرية تلامسه الطرف سي للقاذب المعدني والقاذب إبونت تلامسه أيضا طرف ديك معناها راكينغي التلامس إذن تكهرب باللمس إذن سأكتب هذا طريقة تكهرب قاذب الإبونت بالدلك طريقة تكهرب القرية باللمس ونكون بهذا قد أنهينا حل التمرين الأول يبان صعيف ولكنه سهل جدا لمن يركز في الحل التمرين الثاني من أجل إنتاج ديار كهربائي نحقق التركيب الموضح في شكل مقابل حق أن هذا تركيب هنا شوارع عنا؟ عنا هنا يوحد النابض علاه باش يبدأ هذا العنصر معناه يستطيع حركة أن يكون حر حركة معناه ينجم ليطلعوا يهود هكذا عنا عنصر بي سلك نحاسي ملفوف بطريقة خاصة وعنا العنصر جي وعناه فيه المؤشر تاعه في الوسط وينجم يروح فيه جهتان متعكستان قلت لكم لي مزا ما يصل لهذا الدرس ينجم يروح مواشرة الوضعية ولكن هذا الدرس سيتقل فيه هذا الأسبوع ويدخل في الفرض مئة أبل مئة الأستاذ ما ينجوش يدير غير تكهرب في فرض واحد أو في الفرض يقرأ يدير على الأقل مقطعين السؤال واحد سهل حده والأسئلة التي يأتي هذه هي إذن العنصر بي حسب رأيكم ما هو فيه قطبان إذن مغناطيس بكل بساطة العنصر بي مغناطيس إذن تسمية العناصر إذن بي مغناطيس الآن العنصر بي ما هو العنصر بي وشيعة هي عبارة عن سيث نحاسي ملفوفة إذن وشيعة الآن العنصر جي هذا العنصر جي أبنائي يسمى جهاز القالفانومتر هو جهاز يقيس لنا شدة تير كهربائي الصغيرة جدا بالميلي أمبار مثله ومثله معناها الأمبير متر اللي استعملته في سنة الثالثة متوسط ولكن هنا لم نستعمله للقياس لم نستعمله للقياس لقد قالك سؤال ثاني ما الغرض من استعمال العنصر جي لها معناها استعمله ليس القياس مش خاص نحن نقيس وشحال عنا شدة تيار الغرض منه الكشف عن وجود تيار بغوا يكشفه عن وجود تيار في دارة الوشيعة المغلقة كيف يشخي عنا وشيعة فقط وميغناطيس غاد يخرج لنا تيار كهربائي معنا لا بطارية لا مولد كهربائي لوالو وخرج لنا تيار انطلاقا من عنصرين ينجب أي واحد يدينها في الدار وشيعة وميغناطيس إذن هنا دوره الكشف عن وجود تيار إذن هذا يكسموه جهاز القلفانومتر إذن جي رمزه النظامي برحها جي معناه ضائرة في وسطها جي إذن جهاز القلفانومتر نحن بالعربي نكتبوه القلفانومتر الغرض من استعمال العنصر جي كما قلت لكم هو الكشف عن وجود تيار كهربائي في دارة الوشيعة المغلقة في دارة الوشيعة المغلقة معناه عاكيا عن نغيل وشيعة وخرجنا تيار كهربائي هذا هو الغرض منه وعلى هدننا القلفانومتر ما دننا أم بيرمتر الخطش هذه الضارة ينتجنا تيار كهربائي صغير جدا صغير بزاف لهذا القلفانومتر يكشف عليه بس أكون جيبوا الأم بيرمتر ما يكشفش عليه تالثا إذن رحل شؤية ثلاثة ما اسم الظاهرة المحتمدة في هذا التركيب شو أبنائي من تشوفه مغناطيس وشيعة مباشرة ما تخمو مول هذه الظاهرة ثم ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي ما معناه كهرومغناطيس سأكتبوها لكم وأشرحوها إذن اسم هذه الظاهرة المحتمدة في هذا التركيب ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي كلمة معناها فيها زلجة على كلمات كهربائي مغناطيس معناه من مغناطيس نتحصل على كهرباء عقلوا عليها من مغناطيس نتحصل على كهرباء إذن ظاهرة ثم ظاهرة التحريض الكهرومغناطيسي الآن قال لك وماذا يحتبر كل من العنصر A والعنصر B فيها كل الأسئلة المقترحة رأي نحطها لكم إذن عنصر A هو المغناطيس والعنصر B هو الوشيعة العنصر A أبنائي يحتبر عنصر محرّف يبدأ في تحريض الوشيعة العنصر B عنصر متحرّف كلمة محرّف ومتحرّف سوف نفهم هذلكم مثال بسيط جدا نحن نفرض تلميذ وتلاقيه كلب في الطريق لو كان ذا كلب تسباه مربوط شا تبدأ تدين له تبدأ تلعب معناه تبدأ تحرّش فيه تبدأ تحرّض فيه الكلب قد يسرع له يبدأ ينبح معناه هو المتحرّف ونت المحرّف تتحرّف به تنعرف به إذن نفس الأمر يسرع نائه معناه أنا بسطها لكم قدر الإمكان إذن يحتبر العنصر أولي هو المغناطيس دوماً لا يتغير هذا الأمر عنصر محرّف هو اللي يحرّف هو اللي بدأ نعرفه في الوشيعة يحتبر العنصر B لهي الوشيعة عنصر متحرّذ عنصر متحرّذ رابعاً كيف يتم إنتاج تيار الكهربائي بهذه الوسائل أي يقول لي كيف انطلق من هذه الوسائل يتم إنتاج تيار الكهربائي إذن يتم إنتاج تيار الكهربائي بواسطة تحريك مغناطيس داخل الوشيعة ذهاباً أو إياباً أو بالقرب منها أو بجانبها المهم يكون إحداها إما بإدخاله ذهاباً وإياباً داخل الوشيعة أو بتحريكه قربها أو أمامها معناه ذهاباً وإياباً وبسرعة ثابتة فنلاحظ أن هذا المؤشر تعالق فرانو متر ينحل في جهات مختلفة خطر يروح من خطر يروح من معناه إذا كان هنا نوصل مثلاً ثلاثة هنا يكون نقص ثلاثة معناه في قيمتان متعاكستان إحدا هما موجبة والأخرى سالبة ويكون بالتناوب بينهما خطر أمن خطر أمن لهذا يسمى تيار متناوب فنقول له تيار متحرد ونسميه تيار متناوب لأنه يكون بالتناوب بين قيمتين إحدا هما سالبة والأخرى موجبة إذن أعيد يتم إنتاج تيار الكهربائي بهذه الوسائل بإدخال مغناطيس داخل الوشيعة ذهاباً وإياباً إذن سأكتب هذا يتم إنتاج تيار الكهربائي بهذه الوسائل بإدخال مغناطيس داخل وشيعة ذهاباً وإياباً يعني الروح من جوء ذهاباً وإياباً وبسرعة ثابتة معناه ليس خطران معناه أنه نجلو خطران في قولنا بسرعة ثابتة إذن ماذا ينتج؟ ينتج عنه تيار ينتج عنه تيار كهربائي متحرذ بين قوسين نسميه متناوب الآن في الحقيقة هذا ما نقوله ما نعد تيار ساقساك عليه في الأخير خامساً ما نعد تيار كهربائي ناتج عن هذه التجربة هنا نجمو نجده في الكيفيات تعكيفية إنتج التيار نجمو نقوله فنلاحظ هنا فنلاحظ انحراف مؤشر الجالفانومات في جهتان متعكستان صحيح؟ إذن هنا وهذا يدل على معناه إنتج تيار كهربائي ولا مباشرة نقوله إدخال من راضي الزاخر وشعة ذهبوا وإياباً بسرعة ثابتها نخج هذا دلنا غير الكاش فقط ما نوع التيار كهربائي ناتج عن هذه التجربة؟ أبنائي العام ليفت سنة ثالثة قلتوا التيار كهربائي مستمر السنة تقرؤ التيار كهربائي جديد وهو التيار كهربائي المتناوب إذن نوع التيار ناتج تيار إذن تيار كهربائي متناوب قال لك أعطي رمزه رمز التيار أبنائي رمزه آسي آسي معناها alternative كورون كورون هو التيار alternative متناوب عقلوا لها alternative كورون صحيح؟ أو نستطيع أن نرمز له برمز هكذا خط متموج سأشرح لكم معناه لاحقاً لماذا؟ لأن ما شاء قلنا لأن معناه يكون بين قيمتين إحدهما موجابة والأخرى سالبة معناه خط رأي يطلع للموجابة ومع دهه تسالبة يطلع للموجابة ويقوله كما الموجا كما الأموج لهذا نرمز له بخطة متموج هكذا الآن أبنائي الوضعية الإذماجية الآن الوضعية الإذماجية بغارة دراسة خاصية في ميدان الظواهر الكهربائية قام التلميذ بتجربة في المخبر حسب الخطوات التالية كما هو مبين في الوثيقة التالية الخطوة الأولى تركيزوا المعنى التلميذ يقوم بدلك قاضي بماذا بقطعة إذن نقرأ هنا مرحلة أولى دلق قاضي بماذا إبونيت بفر أرنب معناها لا يهمنا إذا كان قطعة قماش أو صوف أو حرير أو فر أرنب المهم عملية الدلك والقاضي إذن هو من الإبونيت الخطوة الثانية أو المرحلة الثانية إذن ركيزوا أن هذا القاضي الذي هو من الإبونيت لا مسى به ماذا كورية معدنية معلقة بخيط فيحام العازل صحيح؟ إذن بعد أن قام بدلك القاضيب أو قاضيب الإبونيت إذن قربه أو عفوا لامس به كورية معلقة بخيط فيحامل إذن هنا رأي عنا لمس وخير دليل هذه كلمة ملامسة لو كان قال لك نقرب هنا وين يولي نوع آخر من التكهرب المرحلة الثالثة أو الخطوة الثالثة أعاد شحن القاضيب لا خاطر شي لقله يعاود الدلسهم جديد شحنه معناه دلكه وقربه من كاشف كهربائي هذا كاشف كهربائي أهم عناصر الكاشف قرص معدني أو رأس الكاشف ورقاقتين الأليمنيوم هذا أهم عناصره السؤال واحد ما نوع التكهرب في كل مرحلة من هذه التجربة المرحلة الأولى أو الخطوة الأولى ما نوع التكهرب تكهرب بالدلك لأنه دلك ها هي بين إذن تكهرب بالدلك سأكتب هذا إذن الوضعية إذن ماجية نوع التكهرب في كل مرحلة نبدو بالمرحلة الأولى تكهرب بالدلك المرحلة الثانية ملامسة إذن لامسة تكهرب باللمس هنا ما هو الشيء الذي تكهرب قاضي بالإبونيت ولكن هنا ما هو الشيء الذي سيتكهرب قاضي بالإبونيت سيره مكهرب سيتكهرب الخرية الآن إذن ستنتقل هذه العملية عملية تكهرب من جسم مشحون إلى جسم آخر غير مشحون معناها متعادل كهربائيا قلتكم عملية تكهرب صريحة كما المرض جسم يكون مريض ويتوشي جسم ممشي مريض معناها إنسان مريض في لاغريم مثلا ويتوشي واحد أخر ما فيش لاغريم شيسر غادي يعديه هنا فاني هذا مكهرب وهذا مش مكهرب غادي يعديه إذن سيحدث انتقال للإلكترونات من جسم لآخر الآن المرحلة الثالثة تكهرباش بما أنه قرب قرب إذن تكهرب بالتأثير أبنائي إذن المرحلة الثالثة تكهرب بالتأثير سيرنا حددنا طرق التكهرب الثلاث وشوفوا بلي وضعية شاملة فيها طرق الثلاث السؤال الثاني اشرح ماذا يحدث في كل مرحلة نبدو بالمرحلة الأولى أبنائي تعالت تكهرب بالدلك إذن سنبدأ بالمرحلة الأولى تعالت تكهرب بالدلك إذن مرحلة واحد دائما قبل ما نبدأ نشرح لكم وشرح هم قاسدين به التفسير حذاري من أقول لك إشرح معناه فسر معناه على المستوى المجهري من أقول لك ماذا تلاحظ على المستوى العيني معناه بالعين شتوب عينيك من أقول لك إشرح أو فسر معناه تظل على حركة الإلكترونات إذن سأعيد رسم بسيط مثلا هذا هو قاضي بإبوني تعنا وهذه هي فروة الأرنب إذن لما قام الأستاذ بدلك الإبوني بفروة الأرنب إذن هذا إبونيت والإبونيت مثله مثل بلاستيك يكتسب يكتسب ماذا إلكترونات من أين يأتي بها من فرو الأرنب أو من قطعة القماش أو من قطعة الحرير إذن سيكتسب ماذا إلكترونات بما أنه سيكتسب ركزوا يكتسب هذا الحرفسين يذكركم بالشحنة السالبة إذن سيصبح معناه حامل للشحنة السالبة لأنه اكتسب إلكترونات إذن هذا الكلام سنعيده هنا إذن ماذا نقول عند دلك قاضي بإبونيت بفرو أرنب عنا شحم الطريقة للتبسير هنا نجم نقول تصبح شحناته سالبة لأنه اكتسب إلكترونات ولا تنتقل الإلكترونات إذن أرنب النقطة هذه تعنون ولا نديروها إذن ولا نقوله تنتقل الإلكترونات من فرو الأرنب إلى الإيبونيت فتصبح شحناته سالبة لأنه اكتسب كل واحد يعبر كما يعرف إذن بفرو أرنب نقوله تنتقل من الأفضل كلمة تنتقل مهمة جدا إذن تنتقل تنتقل ماذا الإلكترونات أي شحنات سالبة من ماذا إلى ماذا لأن الاتقال يكون من جسم إلى جسم إذن من فرو الأرنب إلى قضيب الإيبونيت فتصبح شحناته ماذا سالبة لأنه اكتسب إلكترونات سالبة لأنه اكتسب إلكترونات ولقيتكم بكل بساطة عند دل قضيب الإيبونيت بفرو الأرنب يتصبح شحناته سالبة لأنه اكتسب إلكترونات ولكن من الأفضل نقوله كلمة تنتقل الإلكترونات لأن في الدلك يحدث انتقال للإلكترونات من جسم معناه من الجسم الأولي للجسم الثاني إذن الآن المرحلة الثانية تكهرب باللمس إذن المرحلة الثانية في التكهرب باللمس إذن قام بجلب هذا القضيب معناه قضيب الإيبونيت المكهرب سابقا بشحنة سالبة رفي شحنة سالبة إذن هذا إيبونيت مكهربة أو مشحون لمس به قرية متعادلة كهربائيا كانت معلقة بخيط في حامل الآن الإيبونيت راح كما قلنا جسم مريض فيه تكهرب والقرية ماش مريضة يعديها ولا ما يعديها شعديها كيش يعديها مادام راح عندها فائز من الإلكترونات راح ديش اكتسب قبل الإلكترونات إذن ستنتقل الإلكترونات منه نحو القرية القرية الآن اكتسبت سا من قل خمسين معناه تصبح شحونتها سالبة والسالب مع السالب نعرفه السالب مع السالب يحدث بينهما تنافر إذن القرية ستتنافر إذن هنا شان قلو له عند ملامسة أنا بل نشرح مباشرة ما قالكش ماذا تلاحظ قالك مباشرة اشرح عند ملامسة قضي بالإيبونيت المكهربة المضحولة للكورية المتعادلة كهربائيا معنىها مش مكهربة متعادلة كهربائيا معنى عدد شحونت مجابة فيها يسوي عدد شحونت سالبة نجيبو له المغاير تنتقل أهم كلمة لأن في التقارب باللمس أيضا يحدث انتقال شحونت سالبة أي الإلكترونات الإلكترونات من إلى لأن الانتقال يكون من إلى من إيبونيت مكهرب إلى الكورية إذن من الإيبونيت أو من قاضي بالإيبونيت إلى الكورية فتصبح شحنتها كيف تصبح سالبة فتتنافر نجيبو نوضحولة بين قوسين لأنه يصبح لديهما نفس الشحنة السالبة لأنه يصبح نجيبو نديروها نجيبو نديروها لا بأس لديهما نفس الشحنة السالبة ربما تشوفوا أبنائي باللي راني ينبسط لكم الشرح ونشرح الدرس مع التمدين أنا مش نحل التوني مباشرة أنا راني يشرحكم في الدرس إذن أبنائي أعيد أو أكرر لما زال ما يشترك في القناة سنقول لها رقم ضياء خير كبير لأنك معناه لا تصير مؤكد ما يشتوصتك الدرس وقتها بس عليكم مشترك ونفعل زر الجرس غادي لو فاتين دي الفيديو غادي يوصتك إشعار الأستاذ حمياني دار فيديو خاص بسنة الرابعة أو متوسط تدخل فيه واتبع وممكن يكون هذا النموذج هو نفسه الموجود في الفرد لأن معناه ممكن تسألوا من كان قبلكم قد يقول لكم نفس النماذج نحطها بإذن الله عز وجل تكون نفسها إذن الآن نذهب للمرحلة الثالثة المرحلة الثالثة يقلين نوضح أكثر ونشرح أكثر إذن في المرحلة الثالثة يقل يكون شرح أكثر إذن هنا غاد ندير مرحلة الثالثة سأرسم كاشف كهربائي كاشف كهربائي قلنا فيه قرص معدني ساق معدنية هيكل أو وعاء زجاجي وهنا رقاقتين أليمنيوم رقاقة معناه ورقة صغيرة من الأليمنيوم وهنا تجي واحدة سدادة عازلة سدادة عازلة صحيح ما يهمونه هو القرص أو رأس الكاشف والرقاقتين لأن لما نقرب ذلك القاضي بالإبونيت بعد أن قاموا بذلك هي مرة أخرى يحملوا شحنة سالبة الإبونيت إذن إيه إبونيت مكهرب أو مشحون أو مدلوك الآن لما نقربها أبنائي سأشرح لكم معناه سأشرح لكم شرح مفصل نفرضو قبل ما نقربوه هذا ها سأشرح لدينا إذن مكعب الروبيك هو رمز الأستاذ حميان الفيزياء معقدة مثل مكعب الروبيك وبإذن الله عز وجل سأبسطها لكم وأقوموا بجعلها أسهل مادة عندكم سهيل أن مكعب الروبيك فيه معناه معقد إليه لازم لك تقرع عليه باش تنجم تحله إذن كذلك الفيزياء معقدة وأنا بإذن الله عز وجل ستكون معي أسهل وأبسط إذن مش من دربوش الإضاءة الآن هذا المعنى الكاشف الكهربائي قبل أن نقرب منه قاذيب الإبونيت يكون متعادل كهربائيا ما معنى متعادل كهربائيا سأوضيح هذا معنى هذا ما زمن قربها معنى إذا كان فيه أربع شعونة موجبة في القرص يكون فيه أيضا أربع شحونة تالبة أكتزوا معي غير في غروثكم أربع شحونة تالبة يكون متعادل يكون فيه ربعة أربعة وين أيضا في الورقتين إذا كان فيه أربعة موجبة يكون ثاني فيه أربعة سالبة قد يكون متعادل ما يهم أن قرص والورقتين هو قايا يكون متعادل الآن لما نقرب الإبونيت الإبونيت حنته سالبة نحن نعلم بأن السالب مع السالب تنافر معناها شحونة تاليب الليلة هنا غي تنفر معناها تtownفر ستهرب تنفر معناها تنتقل عبر ماذا تنتقل عبر السياق المعدنية هذه مصنوعة من معدن لهذا تسمح للإلكترونات أن تمر عبرها معناها مثل النواق لعوازيل إذن تنتقل الإلكترونات عبر السياق المعدنية ومنه إلى ماذا إلى الورقتين ركزوا هذه تتلهذة على الإلكترونات غي اليجواه هدو هنا تنتقل هنا زوج وهنا زوج الآن معناها هنا سيغة يردده هنا هذا هذي وهذي و هذه معنها ما كانش نديله كما هك würdest ولده لا يقولوس شيء benefit معنه طاره الآن ما هي شحنة الغالبة هنا على القرص تصبح شحنة موجبة هي شحنة غالبة ما هي شحنة الغالبة هنا على الورقتين إذا ركزوا عندي ربع سالب من ثمانية سالب و ن Cornell إذا كأنما يتشكل لهذا الكاشف وجهان إذا حدث له استقطاب يقول لي قطب موجة من الأعلى وقطب سالم من الأسفل وجه موجة من الأعلى ووجه سالم من الأسفل طريقة الشرح الآن كيف نشرحه؟ كيف نشرحه الآن؟ شا نقوله؟ عند تقريب عند تقريب قضيب إبونيت مكهرب من رأس الكاشف أو من القرص المعدني كيف كيف؟ هذا هو رأس الكاشف أو القرص المعدني؟ دون لمسه أكيد ماذا يحدث؟ تنفر الإلكترونات كلمة تنفر هنا كنت تقول كلمة تنتقل صفر لأنه لا يحدث انتقال الإلكترونات ما تطيرش ما ترؤى ما تنتقلش ما تطيرش مع عندها الجناح صحيح؟ ولكن يحدث ماذا؟ نفر الإلكترونات الإلكترونات يكون هنا تنفر تهرب إذن تنفر الإلكترونات وتتجمع وتتجمع أين؟ وين تتجمع؟ تتجمع على ورقته الأليمنيوم على ورقتين الألمينيوم فتظهر ماذا؟ شحنة؟ نبدو بالله الفوغانية كديرة موجبة على القرص أنا قرص المعدني وشحنة كديرة ثانية سالبة على ماذا؟ على الرقاقتين على رقاقتين الألمينيوم الآن ماذا؟ ولوا هذه الرقاقتين سالبة مع سالبة ماذا يحضر بينهما؟ تنافر فتتنافر فتتنافر إذن الملاحظة لو كان نقول لك ماذا تراحظ هنا في هذا الكشف كهربائي نلاحظ شيء واحد فقط وهو تنافر رقاقتين الألمينيوم يقولوا سالبة مع سالبة يتنافر صحيح؟ إذن فتتنافر إذن أبناء هذا الفيديو صالح لغاية شهادة معناها إلى غاية يوم الشهادة من أنتم تعودوا فيه هذا التبسير وهذا الفيديو احتل الشهادة لأنها نفس التمارين التي تقدم الشهادة وهذا بالذات راني مقترحة حسنة لشهادة 2024 أبناء يا رقم إخبار ليعرف يدير بارتاج يضغط على زر بارتاج ثم نقول لكم شيء ما تحسن الثالثة وقع ما يعرفوش ليعرف يضغط على زر بارتاج كي ينوح دي الزر تحتها بعدين من سالة تضغط عليه هتوق رابط تقر رابط تديه لها نسخة وتمين تحطه معناها تقولي تديرها كولي معناها كوبي تديرها كولي في الفيسبوك في اللي جروب تعكاتي يماني أدالوا على الخير كفاعلي ليه يحب الخير للناس والله العاد يكونكم على يقين ينجح ولكن ليه بغير الحاجة التي تكون غير له للروحة معناها يحتكرها ما ينجح إذا قد كنت معناه تنشروا هذا الفيديو أدالوا على الخير كفاعلي ننتقل الآن إلى سؤالة دي سيهارة ندرنا تفسير ثالثا عند شحن قاضي بإبونيت في المرحلة الأولى هنا اكتسب شحن قدرها كو تساوي نقص 3.2 في 10 أس نقص 16 كولوم بغيت نديلكم تحيساب الشحونات رقم تشوفوا باللي كامل هذا النموذج فيه كلش تحيساب الشحونات فيه إذن اكتسب شحن قدرها نقص 3.2 في 10 أس نقص 16 كولوم ألف هل اكتسب القاضي بأن فقد إلكترونت احنا نعرف باللي قاضي بإبونيت اكتسب ولكن هنا قال لك علي كيش نوضح له بما أنه اكتسب أو معنى شحنته سالبة شوفوا قيمتها بالسالب إذن اكتسب بله لأنه إذن لأن قيمته بالسالب وبالتالي اكتسب أكيد وحنا ديش عرفنا نعرف الإبونيت باللي يكتسب إذن هل اكتسب القاضي بأن فقد إلكترونات علي شو نقول له نقول له اكتسب إلكترونات التعليل لأنه أو لأن قيمته لأنه يحمل شحنة سالبة يحمل شحنة سالبة كي رمز الشحنة كولوم وحدة الشحنة وهذه هي القيمة تاع الشحنة هذا القاضي بإبونيت وراها بالسالب إذن شحنته سالبة الآن قال لك احسب عدد الإلكترونات هنا الحساب كان بعض الأسديدة قد يقول لكم ما كانش الحساب وما كانش ببرنامج أبنائي كانت مرين في الكتاب حول الحساب حول الحساب عدد الإلكترونات والوزارة من يبغو يديروا الشهادة أول شيء يحطوه أمامهم لكي يصنعوا الموضوع كتاب مدرسي معناها رح كيف في البرنامج ما يقول لكم شو ما كانش صحيح أنا نصح أولادي واللي أبغى لما أبغى شكره إذن احسب عدد الإلكترونات موجود الحساب موجود في البرنامج والإضافة خيرو من نقصا أنا عندي الإلكترونات إذن ندينه قانون القانون شيقول لك يقول لك بللي كي تساوي 1 في Bluetooth مابلاء قанс petits ند parall pomoc Q هي الشحنة السالبة الشحنة السالبة إن ش condem هو عدد الإلكترونات لنمر الإلكترون و E السالبة هي الشحنة الكهربائية العنصورية الشحنة الكهربائية العنصورية ما معنى هذا؟ معنى شحنة إلكترون واحد القيمة التحثاب ثلاثة صغير شحال ناقص واحد فاصل ستة في عشرة أس ناقص ماذا؟ تسعة عشر ركزه كولوم هذه قيمة ما تتغيرش تحفظوها الآن عندي هذا شحنة سالبة تساوي أن في أ هذه شحنة سالبة صيرة عندي معلومة طوالف تمرين الأي رأي عندي نحافظها خاصني هذا هو المجهول أن هذا قانون رئيسي أن ماذا يساوي القانون فرعي؟ إذن نستعمل القسمة الآن ماذا ما عندي الضرب؟ معنى تصبح كي سالبة نقسموها على أسالب الآن التعويض أن تساوي القانون يكتب مترش يدير ديركت تدير قانون أولاً رئيسي ثم الفرعي ثم التعويض ثم النتيجة أي شحنة عندي كي سالبة؟ شحنة سالبة هي ناقص ثلاثة فاصل اثنين في عشرة أس ناقص ستة عشر ناقص ثلاثة فاصل اثنين في عشرة أس ناقص ستة عشر قسمة هذه القيمة نكتبها كما راها ناقص واحد فاصل ستة في عشرة أس ناقص تسعة عشر طريقة الحساب تلميذ هنا قعصي دوي خافه قال لك هذه الحقيقة نحسبها هنا الأسس دلتهم في سنة ثالثة سهلا أنت ساوي الآن ناقص مع الناقص هل تروح سأي مدام كان ناقص الفوق ناقص تحت تروح مع ناقمة جينا بالموجب لأنه عدد عدد الإلكترونات قد نقسمو هذا على هذا قد نسيبوه وحد النتجة هنا ركنوا له له في عشرة أس الآن طريقة حساب الأسس هذا اللي يهمت تحت قد يطلع يولي بالموجب ركزوا هذا قد نطلعه ويقولي بالموجب يقولي عشرة أسس تسة عش يطلع يقولي بالموجب الآن تقاف تجمع هذا مع هذا إذن تسة عش ويجدها ناقص ستة عش معنى قد يستطرح هذا منذق تسة عش تسة عش سبعة عش ثمانتش تسة عش حتولي في عشرة أس ثلاثة ندول معناها الإشارة الخبير اللي هو 19 مندوش تع الصغير إذن سيارة عنا في 10 أس ثلاثة الآن نحسبه 3.2 قسمة 1.6 بالألة حاسبة بكل بساطة إذن 2 1.6 تضربها في 2 تعطيك 3.2 3.2 تقسمها على 1.6 تعطيك 2 إذن عدد الإلكترونات المقتسبة 2 في 10 أس ثلاثة وهي نفسها ماذا 2 هذه 10 أس ثلاثة معناها هي 3 أصفار فقط تنجم تكتبهاها تنجم تكتبهاها سهلا إذن هذا هو عدد الإلكترونات التي اكتسبها قاضي بالإبونيت لما قمنا بدفكه إذن شنقول له عدد الإلكترونات المقتسبة هي 2000 إلكترون هنا أبنائي ننهي شرح الموضوع الشامل والرائع أبنائي أعيد وأكرر لماذا لم يشارك في قناة أستاذ حميل الفيزياء أنقول له راك مراطي بالزابس ولح وهذا معناه هذه القناة هي سر نجاح تلميذ وحصوله مع العلامات الكاملة عشرون على عشرون في الأعوام السابقة أرىها معناه هذه القناة اللي عندها معناه عدة أعوام مشغل السناب دات أبنائي لماذا نشارك شارك في هاي فعل زر الجرس لا تنسوني من صاحب دعاكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته